مسأل خير شباب بين ايدينا اليوم اللابتوب اللينوفو الإيدياباد الجايمينج 3 أو 3 رقم الموديل الخاص فيه الـ 15 ACH6 سنتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات البيوس كذلك الأمر طريقة الدخول إلى قائمة الإقلاع الخاصة بهذا اللابتوب وأكيد قبل ما نبدأ الفيديو عطونا لايك عليه لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية اذا اصدقائي للدخول للبيوس الخاصة بلابتوب الينوفو الجايمينج بين ايدينا كل ما عليك انك تشغل اللابتوب ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2 وبشكل سريع تظهر عندي الواجهة الاولية للبيوس اللي بداخلها جميع المواصفات الخاصة بهذا اللابتوب طبعا مثل ما اننا شايفين هي البيوس تدعم الماوس الخارجية لانه بتدعم نظام UEFI عندي تبويب الكونفيجوريشن بهذا المكان بقلبه التاريخ والوقت بهذا المكان فين يعدلون وفي عندي هالقائمة المنسدلة لانزل شوي لتحت وشوف بقيات الاعدادات الويرلس لان لازم يكون بحالة الانابل لتفعيل كرت الويرلس عندي الساتا كونترول مود لازم يكون بحالة الاهتش سي اي طبعا ما في غيرها عندي تبويب لجرافيك ديفايس هذا التبويب يدل على كروت الشاشة المتصلة بهذا اللابتوب اما باختار التبديل بين كرتين الشاشة بشكل تلقائي واوتوماتيكي من قبل اللابتوب او فيني اختار الكرت المدماج الانتيل فقط لاخد اداء عالي عندي تبويب الUMA Frame Buffer Size بحطة 2 جيجا واكيد بخيار الAMD VTM Technology لازم تكون بحالة الانابل باقي الخيارات لا تعدل فيها تركه مثل مظاهرة عندك بالشاشة بنتقل لتبويب السيكوريتي داخل هذا التبويب فيني اوضع باسورد على البيوس كليا او باسورد للهارد ديسك فقط بنزل لتحت شوي عندي السيكوريتي بوت هذا الخيار انا بخلي دائما بحالة الديسابل لاني باستخدم فلاشات مثل الDLC بوت او الهيرانز لعمليات صيانة باللابتوب بالتالي انا مضطر ان يحطوه بحالة الديسابل وهلأ بنتقل لصفحة البوت اللي بداخله الUSB بوت اكيد رح خليه بحالة انابل لحتى اقلع عن طريق الفلاش ميموري باقي الخيارات ما بتعدل فيها عندك الخيار الاخير ال EFI بهذا المكان تضغط ضغطه بالماوس وعن طريق ازرار الF5 والF6 فيك تغير المدخلة اللي بدك تقلع عن طريقه فمثلا عم يقلي الويندوز بوت مانيجر فيني نزلها عن طريق الF5 او الF6 منلاحظ انه هلأ هيك الF5 نزولاً الF6 صعوداً كذلك الامر بالنسبة للفلاش ميموري اللي انا هلأ واصلة الUSB ديفايس توشيبا عن طريق الF6 برفعها لفو F5 بنزلها لتاعت هاي ازا بدي اقلع عن طريق فلاش ميموري بشكل دائم او اداة معينة بدي اقلعها بشكل دائم على هاد اللابتوب الصفحة الاخيرة هي صفحة حفظ الاعدادات عندي الخيار الاول الخروج مع حفظ الاعدادات الخيار التاني الخروج دون حفظ الاعدادات الخيار اللي بعدل منه البقاء ضمن البيوس دون حفظ الاعدادات او البقاء ضمن البيوس مع حفظ الاعدادات واكيد اخر خيار هو الload default setting اللي بيعمل ضبط مصنع لاعدادات البيوس بشكل عام وبترجع للوضع الافتراضي الاصلي من المصنع وبعد ما بنتهي من التعديلات بالشكل الصحيح بضغط على زر الF10 بعد ما ضغطت الF10 بيعطيني هالواجهة هي اللي بداخلها هل تريد الحفظ مع الخروج اكيد انا رح اختار الyes او نعم طبعا هلأ انا رح اعمل اعادة تشغيل واضغط على زر الF12 لورجيكم قائمة الاقلاع او البوت مينيو دون الدخول الى البيوس كليا لحتى ثبت ويندوز عن طريق فلاش ميموري مثلا فمثلا هلأ عمي اقلع الجهاز من اول وجديد او اذا شعلت الجهاز كليا من اول وجديد عن طريق زر الF12 اعطاني قائمة البوت مينيو مباشرة اللي فيني عن طريقة اختار الفلاش ميموري مثلا واخلع عن طريقة لحتى ثبت ويندوز او اعمل اي عملية من عمليات الصيانة دون الدخول للبيوس كليا شكرا لمتابعتكم اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية